الأخت نهال من إنجلترا أهلا وسهلا أخت نهال انت معانا على الهوى سلام يا عموني عمي حضرت الأسيس نزار برحب بحضرتك وبالأخ المبارك عياد وبصلي أنه بعد البرنامج ده كل المشاندين يكونوا متأكدين بل ومستلمين عطية الضمان بالحياة الأبدية وطبعا حضرتك يا أخ عياد وفيت وكفيت عشان كده مش هعدر أزود حاجة لكن هسأل سؤال شائق النهاردة وبخصوص موضوعنا الحياة الأبدية بنسمع كتير من الناس أن الحياة بعد الموت دي حاجة في علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله وحده فالسؤال بتاعي من ثلاث أجزاء الجزء الأولاني من الملحدين بيقولون من أعطاكم التأكيد أن هناك حياة أبدية أساسا خصوصا أنه ما فيش حد مات ورجع وقال لنا أن هناك حياة بعد الموت فده الشقة الأولاني الشقة الثانية من أخواتنا المسلمين لو قلنا أن إحنا كمسيحيين مؤمنين بما عملوا يسوع على الصليب إحنا ضمنين نوال الحياة الأبدية فهم يقولون لماذا هذا الكبرياء ده الواحد لآخر يقوم في عمره ما يعرفش هيسلك إزاي فمن أين أتيتم بهذه الثقة العمياء إنكم لكم مكان في السرماء والشقة الثالث والأخير ودي الحد المهمة جدا لو حد بيشاهدنا اليوم بيعمل أعمال صالحة وميزان حسناته مليان من هذه الأعمال الحسنة لكنه لا يؤمن أن يسوع هو الله الظاهر في الجسد فهو يعترف أنه نبي عظيم لكنه لا صلب ولا مات ولا قام ولكنه شبه لهم حسب معقية لهم في القرآن فهل هذا الإنسان لا يضمن الحياة الأبدية بسبب أعماله الحسنة هو لازم الواحد يعني يؤمن بيسوع مش كفاء يؤمن بالله الواحد الذي لا شريك له فأرجو التوضيخ والربي بارك شكرا جزيلا أخت نهال فسؤالها هو يعني عبارة عن ثلاث أسئلة سؤال الملحدين إيه اللي أعطانا الضمان أو التأكيد إنه في حياة بعد الموت يعني أنا من كم سنة فاتت إذا قلت إيه شكل الأمر هتقول لي عبارة عن صخور ورمال أقولك في حد راح تقول لي آه في مركبة طلقت وفي رواد فضاء راحوا ورجعوا فهناك من ذهب وشاهد ورجع وقبل يقين هل هناك من مات وقام آه عندنا من مات وقام طب من هو الذي مات وقام قبل قيامته كلمنا عن الحياة الأبدية وبعد قيامته كلمنا عن الحياة الأبدية أقول لك شخص المسيح وإحنا أعتقد في هذا البرنامج وفي كل البرامج هناك الأدلة التاريخية والكتابية والوثائقية التي تثبت موت وقيامة المسيح فبالنسبة لمن ذهب إلى الموت ورجع أو خلينا أقول مات وقام عندنا شخص مات وقام كلمنا عن الحياة الأبدية وهو ذاته يسمى الحياة الأبدية وقيامة المسيح تعطي المصداقية ولسيما يعني بحسب فكر اليهودي لازم يكون شاهدين أو تلاتف عنا مئات الشهود في موضوع حتى كل أرشليم عرفت عن صلب قيامة المسيح والجنود وخمسمائة أخ كان أكثرهم باقي وقت كتابة رسالة كورونسوس الأولى وبالتالي عندنا شخص ذهب إلى الموت ورجع مع شهود المسيح له كل المجد والمسيح في يوم القيامة عندما دخل إلى العلية وقال للتلاميذ نفخ فيهم وقال اقبالوا الروح القدس نحن عارفين الروح القدس أعطيها يوم الخمسين لكن نفخة المسيح المقام أعطاهم حياة القيامة التي سيسكن فيها الروح القدس وحياة المسيح المقام خلنا أقول هي ذات الحياة الأبدية التي ينالها كل من يؤمن بشخص المسيح يبقى الجزء الأول لا عندنا شخص وكون أن التلاميذ يموتوا لأنهم رأوا المسيح يعني ما فيش أي قوة لا رومان ولا يهود قدرت تمنعهم من نشر رسالة المسيح عايز تتفرج على السيناريو اللي حصل لإستفانوس وهو يرجم يواجه الموت بهذه الجرأة لأنه رأى يسوع المسيح ابن الإنسان الحي والمقام عينه تفتح ولم يرى المسيح اللي في القبر القبور تغلق على أصحابها إلا المسيح الذي قام بقوة حياة لا تزول فهو الحي فده السؤال الجزء السؤال التاني هو عن أحبائنا المسلمين أو مش بس يعني المسلمين عشان يكونوا واقعين كتير من المسيحيين بقول لك شو هذا الكبرياء أنا بتمنى أنه أروح على السماء أنا يريت يعني أنا بعمل كل ما أريد أن أعمل وبدأ أضلني أشتغل لآخر لحظة ومش متأكد يعني حتى في الإسلام يعني لو دست الجنة بيومناي لن أأتمن غضر الله برضو في كتير مسيحيين بقول لك أنا لازم أضلني أعمل 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 لأجل خلاصة لحد ديت مأموت شو ردك على هذا الموضوع الحياة من ينادي بهذا الفكر هو عنده الاتجاهات مطلق بطة شوي لأن كل ديانات الأرض حتى داخل بعض الأفكار التقصية في المسيحية يظن أن السبيل إلى السماء يبدأ من الإنسان إلى الله كل الطرق تقول لك اعمل علشان توصل لربنا جاهد عشان توصل لربنا اعمل عمل صالح عشان توصل لربنا فأنت لو وصلت إلى الدرجة قبل الأخيرة في السلم قول أنت ما عندكش ضمان تصل إلى الدرجة الأخيرة لكن الكتاب المقدس يقول لنا مش اعمل عشان توصل لله لكن الله وصل لغاية عندنا الله ظهر في الجسد والمسيح عندما جاء في الجسد وصل لغاية شوارعنا وبيوتنا ومت على الصليب وبيقول لك وانت هنا انقبلت المسيح باعتباره الزبح العظيم باعتباره المائط على الصليب تاخد حياة أبدي أنا تصديقي لوعد الله يديني حياة أبدي أكيد الآية الجميلة اللي موجودة في محن 3.36 بتقول الذي يؤمن بالابن له حياة أبدي من قائل هذه العبارة؟ الكتاب الله يقول من يؤمن بالابن له حياة أبدي ولذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله عندما أصدق الله أنا أخذت حياة أبدي عندما أعترض على قول الله الكتاب اللي هو من لا يصدق الله فقط جعله كاذبا إذن هذا ليس كبرياء أستطيع أن أمتلك الضمان أنني أخذت حياة أبدي لأن الوعد يقول هذا من يؤمن بالابن له حياة أبدي والرب قال في يحن 6 بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا من يأكل جسدي ويشرب دمي فلو حياة أبدي أكل جسد المسيح وشرب دمه يعني تصوريا في يحن ستة هو قرين قبوله بالإيمان باعتباره زبحة على الصليم قبلت موته على الصليم فأخذت حياة أبدي إذن لما أقول أن أخذت حياة أبدي هذا ليس كبرياء هذا ليس إدعاء لكنه تصديق لوعد الله لأن الطريق الإلهي لنوال الحياة الأبدي يبدأ من الله للإنسان الله ظهر في الجسد مبادرة إلهية لكن إذا الطريق بيقول لي اعمل عشان توصل لربنا وآخر الطريق تاخد حياة أبدي ولا واحد هيوصل عشان كده الناس كلها بتقولك مين فينا يقدر مين فينا يضمن إذا دخلت الجنة برجلي والرجل الأخرى خارج الجنة لا أضمن أو الحسنات يذهبنا السيئات يعني هاي منسمعها كتير أنا من شوية قلت وعد الحياة وعد الحياة ده في الأزل الله وعد من الأزل أن يعطي حياة أبدية في الزمان لكل من يؤمن بالمسيح إذن الموضوع مفرغ منه دي عطية اسمها عطية وهبة لا رجعة فيها عندما أقبل المسيح هنا بالإيمان أحصل على حياة أبدية لا تنزع مني أبدا هي حياة إلى الأبد فالحياة الأبدية أنا لا هنا ليس بفضل مني ليس بمجهود مني ماء يطلق فيه الحياة الماء يتمنعش يعمل حاجة غير أنه يقبل هذه الحياة وبالطبع كمان بعد إذنك يعني بضيف نقطة مهمة أنه هذا ليس كبرياء بل بالعكس هذا يقولني إلى العرفان بالجميل والشكر والامتنان كل حياتي وكل الأبدية عاوز أشكر الله أنه هو اللي أخذ زمام المبادرة أخذ المبادرة مع آدم ألبسه وأقمسه من جلد والرب يسوع هو اللي أخذ المبادرة حتى يخلص الإنسان وهذا طبعا يمكن وضح الجواب للسؤال الثالث اللي هو الأعمال الصالحة أنه ممكن الإنسان يقوم بكل أعمال الصالحة ولكن من ناحية تانية لا يؤمن أن يسوع هو الله الظاهر في الجسد كيف ممكن أن نتصالح المرض هذا السؤال يحتاج إلى تعريف الصلاح نعم يعني كل واحد يستطيع أن يطلق على ما يفعله أنه صلاح في ناس كثيرين بيعملوا أعمال يظن في ذاتها أن هي صلاح بس الكتاب المعدة سألنا أن الإنسان المولود من آدم الميت بالذنوب الخطايا لا يخرج منه أي صلاح وبوليس قال إني عالم أنه ليس ساكن فيي أي في جسدي شيء صالح وإشعي بيقول إنما كثوب عدة كل أعمال يعني كل الأعمال التي يظن الإنسان أنها صالحة خارجا من نبع فاسد من نبع ميل هي صالحة بمقيص البشر لكن بعين الله القدوس أنا لو معايا إنينة مية ملتها من النهر أستطيع أن أحكم عليها أنها مياه بيور نقية بالمقابلة مع مياه ركدة في أي مكان تاني بس لما دخلها المختبر بعين الخبير الفاحص يقول لي لا 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 المية ديها مش نقية أبدا أنت محتاج أنقى فالعين الفاحص هي عين الله القدوس عين الله القدوس تقول على اللي بيقول عليه الإنسان إنه صلاح هذا فساد إنما كثوب عدة كل أعمال بالرنة لا يطلق على أعمال الصلاح إن أعمال صلاح إلا المخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد صبق الله بعدها لكن خلينا أقول ماذا لو واحد مش عارف يعني ما قبلش المسيح بس بنى ملجأ بنى مستشفى عمل خير هذه أعمال هي أعمال تغضع لتقييم السماء على الأرض ولا تعطي رخصة لدخول السماء يعني مكافئتها تخدها على الأرض فمن يرحم الفقير يكافأ هنا من يطعم الجائع يكافأ هنا السماء أجرتها بشي الأعمال السماء دخولها بالإيمان من يؤمن بالإبن له حياة أبديه لكن اللي بيعمل شيء هنا اللي بيزرع هنا بيحصد هنا الله يكافأ أي إنسان يقوم بأي عمل على الأرض في الأرض لكن السماء جواز دخولها هو الإيمان القلبي بشخص المسيح ونوال الحياة الأبدي على حساب ما فعل يسوع المسيح بموته على الصليب وقيامته من الأموة لأن المسيح بعدما أكمل العمل قال قد أكمل فمش مطلوب مني أعمل شيء عشان أنال الرضا الإلهي لكن لكوني نلط الرضا الإلهي وحصلت على الحياة الأبدية الحياة الأبدي اللي بتكلم عن حياة الله الأبدي تترجم في سلوكيات هذه السلوكيات والأفعال هي الأعمال الصليحة النتيجة بعد الإيمان بص يا سيس نزار أنا بقى قدام النص الكتابي باحترام مخلوقين في المسيح يسوع مش بأعمال صليحة لأعمال صليحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيه الأعمال الصليحة لا تلد الإنسان ولادة ثانية لكن الولادة الثانية تهب الإنسان المؤمن قدرة على إنتاج الأعمال الصلاحة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة